السلام عليكم اتراجي في هذا الفيديو اجيب لكم اخبار واعراء ما قال والد حاكيمي بعد اقصاء المنتخب المغربي وشنكن بغترة وايضا ما قال غاري نيفل وسطورة جيونايتد والمحلل في قنوات سكاي سبورت العالمية هال المحلل اللي معروف عندنا في اغلترا وايضا عازدين اناحي مطلوب فريق عالمي اخر نبدو بالتفاصيل نبدو مع والد حاكيمي اللي هو حسان حاكيمي اللي قال في مداخل هاتفية برنامج من مصر المدعى عبر فضائية سي بي سي ابني اصرف حاكيمي حازين بسبب ظلم الحكام للمغرب وكنا نستحقوا اللعب في النهائي بكل جدارة واستحقاق كنا نستحقوا تواجده في النهائي بشهادة جميع متابع كورت القدم صراحة نحنا متفقين معه في المية في مياه حتى الجوج دركة للجزاء اللي كانوا دلنا فيهم ضد فرنسا وبالخصوص الهدف الاول كانت تجري مبكرا وكانت تجري مبكرا وكانت تجري مبكرا وكانت تجري مبكرا وكانت تجري مبكرا لكن لأسف كما في روسيا مع الاسبان والبرتوغال وبالنسبة لقاري نيفيل قال والد الرقراجي يستحق أن يكون أفضل مدرب في البطولة حيث استطاع أن يصبح أول مدرب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كاس العالم مستوى المغرب موديل والدور الرائع الذي لعبه الرقراجي في تحقيق ذلك يعني الخوش عجب بزاف أن مدرب أفريقي كوصل فريق أفريقي لهذا نصف نهائي لأول مرة صراحة نصف حق ياخد مدرب البطولة لكن الأسف ونخشمه مع أونحي أكدت صحيفة أن الأنتر ميلانو تابع مسويتة التي قدم أونحي مع المنتخب في المونديل ولقي إعجاباً داخل أسوار الناد الإيطالي وأوضح المصدر ذاته أن الأنتر ينوي تقديم عضل أونحي يقدر بـ 45 مليون يورو للتعاقد معه وصل العرض التي تتلقىها مسؤولي أنجي لضم اللعب يعني تم مساعدين أعطيه الأموال بعدما العالم كامل أولا بغي اللعب المغربي وكينا منافثة كبيرة من برشلونة وآتلت كوماندريد وحالي اللانتر وفرق أخرى تقدر تخل على الخط من إنجلات عرى هذا ما كان أخوش مزيدنا لترى المنتخب حتى أولا إنجاز تاريخي ولاعبين قدروا مشهوا الفرق كبيرة ودخلنا التاريخ